السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب النهاردة ان شاء الله وصفة جديدة وصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض البسبوسة بمقادير مزبوطة جدا وهتطلع معاك بسم الله لونها جميل وشربة شربات وطعمها طحفة ومتمسكة ومرملة بجد من النهاردة هتعملي احلى سنية بسبوسة من ايديك الحلوة يلا بينا نصلى على النبي عليه افضل السلام والسلام نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف مقاديرنا عبارة عن ايه معانا اول حاجة طبعا في المقادير مص كيلو سمية ناعم السمية الناعم دوت بنجيه من عند العطار تقولون عايزة سمية ناعم سايب ما تجيبش لهو الكياس ماشي هضيف عليه معلقتين جسد الهند لو انت بتحبش جسد الهند خلاص استغنى عنهم انا النهاردة حطيت معلقتين جسد الهند بالمعلقة الكبيرة وهروح جاي مقلباهم بالشكل ده كده مع بعض بعد كده با تعمشيخ الخطوه التانية الخطوهه التانية هي معينا كوبية اللي ربع سمنة او سمنة على زبدة او سمنة بلدي ومعانا كمان كوبية اللي ربع لبن اللبن طبعا كانت قد تغالياه وسبته برد معي تماما ومعي كمان كوبية اللي ربع من السكر سكر طبعا خشن بس هو السكر بتاعي غمق شوية معلش ويضفت عليه كمان معلقتين من العسر الكولوكوز لو ما عندي كش عصر الكولوكوز هتضيف عليهم معلقتين عسل نحل طب ما عندي كيش عسل نحل يبقى هتضيف عليهم معلقتين عسل من التقيل اللي احنا بنعمله في البيت اللي هي معياره كباية سكر على كباية مية وصيبهم على النار يغلو لغاية لما يتقل كده معاك وتهدى عليه النار ويبقى كده العسل التقيل بتاعنا جاهز هنا بقى زي ما انت شايفة كده هبدأ بقلبه كده بالشكل ده وحطه على النار لغاية لما يسيحوا كده معايا وطبعا الخليج بتاعنا يكون دافي زي دمعة العين يعني تحطي اصباعك كده في الخليط ومستحمله وانت حطاه اوعي تحطيه سخنة على البسبوسة تمام ضيفته بقى على البسبوسة زي ما انت شايفة كده وهبدأ بقلبه بالشكل ده تقليب كده مستمر كده عجلهم كده في بعض ما تقلقش خالص اهو تقليب كده تمام لغاية لما لقى الخليط بتاعي كله كده تشرب من الخليط السيل بتاعي يبقى كده تمام وزي الفل خلاص كده وقف تقليب فيه يعني ما بتقليبش على المال والفادي وخلاص بعد كده طبعا انا كنت دهنت الصينية بتاعتي دهنتها بالسمنة وبدأت بعد كده بقى ايه حطيت البسبوسة زي ما انت شايفة كده وهبدأ بقى افردها حط مياه في الطبق جنبية وبين لقداية وحاجة جاية فردة ايه البسبوسة كده في الصينية زي ما انت شايفها الموضوع سهل جدا وبسيط نفعاش اي حاجة بس اهم حاجة اللي انت مشى على المقدير بالزبط تطلع معاكي مظبوطة والله العظيم كمان احلى متعة المحلات طبعا خبطها خبطتين كده عشان لو فيها هوا ولا فيها ايه فرقعات ولا فيها ايه حاجة تطلع منها وبعد كده بقى بدأت اجيب السوداني وبدأت بقى حطه بالشكل ده ايه حاجة عايز حطيها حطيها سوداني مكسرات سفولية سوداني ايه حاجة ماشي عايز تزوائي بها زوائي مش عايز تزوائيها كده عايزي خالص احنا على طب بنعملها سادة يعني مش لازم الشكل ده هتسيبها كده زي ما هي كده خلاص وتوحي جاي مدخلها الفرن ويبقى كده خلاص تمام بس انا قلت عملها معاكم كده بالسوداني زي ما انتم شايفين كده طبعا اسناء وانا عمالة بقى شغلة كده معاكم بحط السوداني كنت طبعا شغلت الفرن على درجة حرورة 200 ويبقى شغلت الشوهر بتاعتي من تحت بس والمروحة تمام بس اول ما هدخل طبعا البسبوسة بتاعتي هلوح جاي عطول طفية مروحة ويها سيب النار شغلة من تحت بس وطبعا لما تستوي معايا يعني قادت معايا ربع ساعة كده واحتجان طلعا هنا بها هنعم مع بعض الشربات اللي هو معياره كبايتين سكر عليهم كبايتين مية تمام وبعد كده احطوهم على النار يغلوا كده معايا وبعد ما يغلوا غلوة بس يعني ما تخلوهش يقعد كتير على النار يدوب غلوة وتوحيجها طفية عليه يعني شربات البسبوسة بيبقى خفيف مش تقيل فاحنا يدوب كده بس السكر يدوب وكمان يغلوا وخلاص وتطف عليه وطبعا هحطوه بس اي بس اي بس انا معايا لمونة صغيرة هقسمها نصين وهحط منها عصر صغيرة جدا ان الشربات بتاعي البسبوسة مش بتحطي لها قصة لمون بس انا هحطت لها نقطة صغيرة خالص وكمان هحطت لها كيس فليليا واحد بس مش اتنين انا كنت حطي اتنين في الطبقة كده شكل بس انا هحطت لها واحد بس على المعيار بتاعي تمام كده بس كده كده ما قدير بتاعت لها بتاعت البسبوسة بالنسبة للشربات طبعا طلعتها بالشكل الجميل ده الشربات سخن معايا والبسبوسة سخنة اللي اتنين في نفس الوقت يعني زباطي نفسي كده تبقى البسبوسة خلاص قربت تطلع وانت تكوني خلصت لايه الشربات هتروحي جاية عطول سقيها والي اتنين سخنين بصي ما شاء الله اول لما حطيت الشربات شربتها ازاي تعرفي ان البسبوسة بتاعتك نجحة من الحركة دي انا طبعا كنت اغطيها واقول لكم يعني لو عايزينها تبقى قطرة من كده كمان بس هي كده طحفة وجميلة مش محتاجة لها تكون قطرة من كده ولا اي حاجة بصي وروح تجاي قطعة معاكم قطعة كده وطبعا هي لسه بتشرف الشربات لو في اي شربات زيادة انت بعد كده صفيه مفيش مشكلة يعني في النقطة دي عايد الشربات بيصفة يعني بيكون في شربات زيادة بس ان شاء الله الشربات بتاعك هيطلع مزبوط يعني انا ما ستها هدية كامعة نفسيها شربت الشربات ومحتاجتش ايه اللي انا صفيها ولا اي حاجة خالص يا رب اتجربت طريقة بتاعتي تعجبك ان شاء الله تكون سهلة وبسيطة وبجد ومرملة واحسن بتاعت المحلات كتير ولو عايز تقليلي نسبة السكر اللي احنا حطناها اه اسناء و احنا بنعجي العجينة بتاعت البسبوسة يعني حطها كباية لربع سكر انت عايز خليها نص كباية السكر بس تمام هو السكر بيخليها يديها اللون الجميل ده اللي انت شايفين بيصد السكر في كده ماشي فانت عايز تقليلي عشان ما تبقاش مسكرة معاكي تمام فيش مشكلة في النقطة دي يا رب الوسط تعطي اكون عجبتكم النهاردة بالله عليكم وتنسونيش باللايك على الفيديو وما تنسوش تكتبوا ليكم منت حلو عشان لما بشوفوا بكون سعيدة جدا وجزاكم والله كل خير وربنا يبارك في عمركم يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة